ريال مدريد عندهم واجهة في منتهى الصعوبة في نهاية كأس العام الأندية أمام الهلال وزي ما قلت في المقدمة النهاردة النادي الأهلي يقدى هداية للهلال هداية معنوية إنه تجرق على الريال عادي تجرق على الريال والهلال عنده عناصر مميزة جدا عنده عناصر أجانب لعب ومباريات أوروبية كبيرة هيبقى عندهم السقة وعندهم القدرة إنه هم يقدروا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يكسبوا ريال مدريد في النهاية ويبقى أول فريق عربي في التاريخ بيفوز بكأس العالم للأندية في رأيي المواجهة في المتناول بالنسبة للهلال هتقولي يعني في المتناول يعني الهلال أفضل من الريال لا طبعا الريال أفضل من الهلال بس الهلال طموح وحماس وعناصر وقدرات تخليه يلعب مباراة كبيرة قدام الريال ويقدر يكسب يقدر يكسب مش بقول إن المواجهة 50-50 دائما وأبدا الريال قدام أي منافس في العالم له أفضلية بنسبة بس النسبة دي بعد مباراة الأهلي النهاردة حسيت إنها مش نسبة كبيرة مش فارج كبير في الإمكانيات أو مش فارج كبير في الحالة بالنسبة للريال والهلال إن شاء الله بإذن الله لذلك السعودة يعملها ويفوز بكأس العالم للآن دا ترجمة نانسي قنقر